يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعاً مأساوية صعبة في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياساتها التعسفية ويفتقر قطاع غزة لمختلف الإمدادات الأساسية والخدمات بسبب استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين والمرافق الخدمية في قطاع غزة تعجز الكلمات عن وصف ما يعانيه مليونان وثلاثمائة ألف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في ظل حصار إسرائيلي خانق مستمر منذ عام 2007 ومع اشتعال فتيل الصراع وشن إسرائيل عدواناً غاشماً على غزة لا يجد معظم سكان القطاع الغذاء أو المياه أو الكهرباء ومع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف المناطق السكنية في واحد من أكثر الأماكن ازدحاماً بالسكان على وجه الأرض أصبح الأمان سلعة غالية على الفلسطينيين الذين يحاولون النجاة بحياتهم من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا منازلهم واضطروا إلى اللجوء لمدارس تابعة للأنر والعيش فيها حتى وصل العدد إلى نحو 300 ألف مواطن فلسطيني دون غذاء أو مياه نظيفة أو كهرباء ووسط هذا الوضع المأساوي توقفت محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة التي كانت تعمل بشكل متقطع لعدة أيام بعد نفاذ الوقود بما يؤثر على إمكانية ضخ المياه إلى المنازل ومع غروب الشمس عن قطاع غزة تسيطر حالة من الرعب المطلق على المواطنين الفلسطينيين بسبب الظلام الحالك الذي لا تتخلله سوى كرات ملتهبة ناجمة عن الضربات الجوية الإسرائيلية على منازلهم بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية والالتزامات الواجبة على إسرائيل كونها القوة القائمة بالاحتلال